تستضيف مملكة البحرين يوم وغد النسخة التاسعة من المنتدى العالمية التاسع لسياحة فن الطهي والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمركز البحرين العالمي للمعارض المنتدى الذي يستمر على مدى يومين يصلت الضوء على أفضل الممارسات في قطاع سياحة فن الطهي ودور القطاع في تحفيز الاقتصاد محاور مهمة وجوهرية تحتضنها النسخة التاسعة من المنتدى العالمي لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي والذي تستضيفه مملكة البحرين حيث يعد وجهة رئيسية للتسويق للعلامات التجارية جهوزية المكان في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون مع الجهات المعنية سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يبين بعد دور مملكة البحرين في إبراز مثل هالنوع من الفعاليات طبعا المنتدى أو المؤتمر نفسه في عدد من البرامج وعدد من الفعاليات اللي بتصير طبعا صباحا بيكون في المؤتمر بيكون في أكثر من متحدث سواء كانوا متحدثين من البحرين أو متحدثين من دول العالم فيه طباخين عالميين يايين عندنا ناس معنيين بالمطاعم وبالأسواق سواء كانت محلية أو دولية فنشوف فيه تنوع قيرت شديد طبعا الحمد لله يعني إحنا ما لما نستقضى مثل هالنوع من الفعاليات إحنا مو بس أنه مايون حق المؤتمر نفسه ولكن إحنا بعد نحاول كثر ما نقدر أن نبرز شنو إحنا عندنا في ملكة البحرين فتصير في عدد من الفعاليات خارج المنتدى أو المؤتمر طلبة الضيافة والفندقة من كليات البحرين المختلفة على موعد مع الخبرات العالمية التي ستشارك في هذا المنتدى حيث يتعرفون وعن قرب على أحدث التوجهات في سياحة الطهي وتبادل الخبرات والأفكار للدفع نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي كامل جذب سياحي واقتصادي في مملكة البحرين ركزنا هالمرة أن يكون منظمين من نفس القطاع وطلبة جامعة في نفس القطاع عشان بعد يعرفون الفنادق شون أدوار الفنادق شون الأشياء اللي نقدر نحن مثلا نوفرها لهم أو نهيئهم لسوق العمل إن شاء الله عقب ما يتخرجون فهيمكن هالجانب ركزنا عليه أن نكون وياهم من البداية بس مو بس من الفعالية نفسها بس في الإيفنتات المصاحبة الفعاليات المطار الفنادق المواصلات تركيز على أبراز أول شيء الجاسترونمية في البحرين الفن الطهي في البحرين المطاعم المحلية اللي موجودة عندنا شنو الشراكات اللي ممكن تطلع من هالمنتدى بين الشفس اللي في البحرين والشفس اللي من خارج البحرين على هامش أعمال المنتدى سيتم الإعلان عن افتتاح عدد من المطاعم العالمية الجديدة في مملكة البحرين فضلا عن عقد شراكات بين الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن تساهم في تنمية القطاع وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية جلسات حوارية وورش عمل بانتظار عشاق الطهي والمتخصصين في هذه المهنة تقام على مدار يومين وذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لسياحة فن الطهي والذي سينطلق يوم غد في مركز البحرين العالمي للمعارض حاملا في جعبته الكثير من الفعاليات المتنوعة لفنون الطهي المختلفة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين